وافق مجلس صيانة الدستور الإيراني على أسماء الستة مرشحين مؤهلين لانتخابات الرئاسة الإيرانية وأيد المجلس أهلية كل من مصطفى بور محمد وسعيد جليلي وعلي رضا زكاني وأمير حسين هاشمي ومسعود بيزيكيان ويمثل قرار المجلس نقطة الانطلاق لحملات المرشحين الانتخابية مدتها أسبوعات وسادت حالة من الجدل في إيران بعد تسريب رسالة لعدد من الوزراء والمسؤولين في الحكومة تطلب مجلس صيانة الدستور بتزكية مرشح الحكومة وزير الثقافة محمد مهدي إسماعيل للانتخابات الرئاسية المقبلة إلا أن المجلس لم يوافق على ترشحه إضافة لأسماء بارزة أخرى منها مستشار خامنائي علي لاريجاني والرئيس السابق محمود أحمد نجات متابع من طهران مع رئيس تحرير صحيفة إيران ديبلوماتيكا دكتور عماد أبشناس ومن واشنطن الباحث السياسي الإيراني حسن هاشميان مرحبا بكم ضيفية الكريمين أستاذ حسن هاشميان أبدأ معك من واشنطن ما رأيك في قائمة مرشحية الرئاسة من بين الثمانين مرشحا ما رأيك في الأسماء الستة التي اختارها مجلس صيانة الدستور نعم تحياتي لكم والأضيف الكريم ومشاهدين البرنامج أنا أعتقد أن علي خامني في هذه الانتخابات بالاتفاق مع الحرص الثوري يريد يعطي ورقة الفوز إلى باغر غالباف ولذلك الآن اختاروا مجموعة من المرشحين المحافظين والمتشددين الذين لا يتمتعوا كثيرا بالغاعدة الموالية للنظام وليس للشعب الإيراني ولذلك الآن الحرص الثوري يبرمج إلى فوز باغر غالباف ولكن هناك سيكون منافس له وهو مسعود بيزشكيان مسعود بيزشكيان هو من الغومية التركية والغومية التركية عددها جدا كبير في إيران ونصف طهران هو من الغومية التركية أيضا مسعود بيزشكيان مدعوم من تيار الإصلاحي ولكن يمكن الغول أن تيار الإصلاحي ليس بقوته السابقة ولكن على كل حال الإصلاحيين واضح أن يقفوا مع مسعود بيزشكيان هل مسعود بيزشكيان يصبح مفاجئة في هذه الانتخابات ويفوز في هذه الانتخابات؟ التقيمات الموجودة وخاصة التقيمات الموجودة في داخل بيت علي خامني الذي سمح لمسعود بزيشكيان أن يترشح في هذه الانتخابات تقول أن بزيشكيان سيحرك الشارع وطبعا سيلتف حوله الإصلاحيين ولكن لا يصل إلى نقطة أن يفوز في هذه الانتخابات ولكن فقط ملحوظة ربما طرفة علينا في قنوات الأخبار أن نتعود على هذه الأسماء الصعبة وربما بزيشكيان وقالباف من قائمة المرشحين هذا رأيك في واشنطن ماذا عن رأيك في طهران دكتور عماد أهلا بك معنا من جديد هل علينا بالفعل أن نتحضر للفظ هذه الأسماء بزيشكيان خاصة هل هناك إعداد كما ذكرت تتفق مع ضيفي أن الخارطة توحي بأن المرشد الأعلى يحضر لكي يكون الرئيس المقبل خليفة رئيسي قالباف بالأساس وهذا ما تعكسه خارطة الأسماء التي اخترها مجلس صيانة الدستور تحياتي لك للضيف العزيز والمشاهدين الكرام عمليا قالباف لديه سوابق تنفيذية قوية جدا لا يمكنك أن تسأل شخصا في طهران أو في إيران أصلا ولا يمدع بسوابق قالباف التنفيذية حين كان رئيسا للبلدية أو قائدا للشرطة أو قائدا للصلاح الجو وغيره ولكن المشكلة تكمن أن العديد من الإيرانيين يرفضون التصويت لشخصية عسكرية وهم لديهم حساسية بالنسبة لقالباف في هذا الشأن يعني هو ربما بالنسبة لهؤلاء المرشحين أستطيع أن أعتبره حسب تجربته التنفيذية هو أعصب واحد بينهم من حيث ماذا يعني الأكثر تشددنا من الأقل تشددنا لا لا يعني عندما نتكلم عن السلطة التنفيذية نحن نحتاج إلى شخص يكون لديه القدرة على إدارة البلاد إدارة شؤون الحكومة قالباف تجربته أثبتت أنه كان ناجحا يعني أي مكان جاء كان ناجحا فيه إن كان في الشرطة إن كان في البلدية كان ناجحا بالنسبة لباقي المرشحين ليس لديهم سوابق تنفيذية إذا ما أردنا أن نقول تعادل سوابق قالباف ولكن هنا النقطة الأساسية أن العديد من الإيرانيين يرفضون التصويت لعسكري هذه نقطة ثانيا نحن لدينا اليوم مرشح إصلاحي بيزشكيان وهو الطبيب على فكرة بيزشك بالفارسي تعني طبيب بيزشكيان عائلته الطبيب وهو طبيب على كل حال ولكنه في بيزشكيان تعتبره من طيار الإصلاحي هل عذرا على المقاطعة فقط على لا 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 أعتبره هو من الطيار الإصلاحي نعم طيب ولكن تذكر معي تذكر معي كلمة نعم الرئيس محمد خاتمي عندما قال أنه لن يشارك في هذه الانتخابات أو لن يصوت في الانتخابات إذا لم يكن هناك مرشحون إصلاحيون هل تعتقد أن مجلس صيانة الدستور نعم وآل نصرات أساني بهذا الاختيار لب هذا المطلب يعني هل هناك موازنة ما بين المرشحين المتشددين المحافظين والإصلاحيين ممكن لا ليس هناك لا لا ليس موازنة هناك لا أستطيع أن أقول أن هناك موازنة هناك مرشح إصلاحي واحد خمسة محافظين يعني ليس هناك أي موازنة نعم ولكن عمليا هذا لا يعني أن فازشكيا ممكن أن يقصر لا لا أبدا لن يكون كذلك يعني نحن لدينا تجربات عام 2005 عندما كان هناك انشقاق يعني عندما تصور الإصلاحيون أنهم ممكن سوف ينتصرون في الانتخابات وتشتتت آراءهم وخرج أحمد نجاد منتصرا في الانتخابات اليوم الأصوليين أو المحافظين هم متشتت آراءهم لديهم تشتت في الآراء عندما يكون هناك عدة مرشحين تتشتت آراءهم وآراء المحافظين هي محدودة ليست آراء يعني لا يمكن يعني لا يمكنهم هناك صعبة بالنسبة لهم جذب الجمهور إذا ما أردنا أن نقول الرمادي صعب جدا للأصوليين أن يجذبوه في حين أن الاستحيين أثبتوا أنهم لديهم القدرة على جذب الرماديين إذا ما أردنا أن نقول وهذه تجمعهم خلف مرشح واحد يعطيها فرصة لكي ينافس باقي المرشحين الأصوليين الذين تتكسر آراءهم فيما بين المرشحين أنا أتصور أن الأصوليين مضطرون في النهاية أن ينسحبون لصالح مرشح واحد إذا ما أرادوا أن ينافسوا بزيشكيان وإلا سوف يقصروا هذه الانتخابات وهنا المشكلة الأساسية أن هناك مرشحين من المحافظين يعني قالباف وجليلي مصرران على الاستمرار في الانتخابات ولا أتصور أنهم مستعدان لينسحبون لصالح بعضهم البعض خاصة في الانتخابات النيابية كان هناك نوع من حرب أو معركة كسر عظم فيما بين الأصوليين نفسهم وهذه لحد الآن مازلت موجودة هذه الخلافات مازلت موجودة نعم أستاذ حسن هاشميان في انتخابات 2021 التي فز فيها الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي الذي تحطمت مروحيته وفي ضو هذا تجرى هذه الانتخابات نسبة المشاركة كانت أدنى نسبة مشاركة منذ الثورة الإسلامية في إيران عام 79 حوالي 49 في المئة هل خارطة المرشحين هذه التي وافق عليها مجلس صيانة الدستور قادرة على زيادة نسبة مشاركة الإيرانيين في الانتخابات على أن يكون هناك مشاركة أكبر أم تعتقد لا ربما سنشهد نسبة أقل أصلا لا هو الحقيقة لا يوجد أولا مرشح جماهيري ولا يوجد انتخاب شعبي هذه حقيقة يجب يعرفها الجميع اللي يقرر في هذه الانتخابات هو الحرص الثوري والبسيج الصناديق الاختراحية بيد الحرص الثوري وبيد البسيج وبالمناسبة ضيفكم إشارة إلى انتخابات 2005 في انتخابات 2005 كل المؤشرات كانت تقول أن غالباف غالباف تعرفون أنه ثلاث مرات رشح نفسه ومن ضمنها في 2005 كل المؤشرات كانت تقول بأن الانتخاب سيكون لغالباف وغالباف سيكون الرئيس لإيران ولكن في اللحظة الأخيرة في الأيام الأخيرة يوم أو يومين رأي الحرص الثوري تغير واجتمعوا على أحمد نجاد على هذه السيرة كما ذكرت نسبة المشاركة ليست معيارا كبيرا بل ما يريده الحرص الثوري هو المرشح الذي يدعمه الحرص الثوري هو الذي يمر على سيرة انتخابات 2005 لماذا مرة أخرى جرى استبعاد محمود أحمد نجاد برأيك أحمد نجاد هو وهو علي رجاني مغضوب عليه مغضوب عليه من بيت علي خامني هناك حصلت مناوشات بين محمود أحمد نجاد وبين الحرص الثوري وهناك سماهم محمود أحمد نجاد بالأخوة المهربين وهذا يعني اسم جداً معروف في إيران للحرص الثوري ولذلك تم استياءة من قبل علي خامني غضب علي خامني من هذا الموضوع أيضاً أحمد نجاد حوالي 11 يوم عزف عن العمل وترك الرياسة واعتكف في مكان خاص هذه الحالات يعني دخلت في مواجهة بين أحمد نجاد وبين الحرص وبين أحمد نجاد وبين علي خامني وثم هناك مؤشرات تقول بأن علي خامني أسقط أحمد نجاد من برامجه وثم أصبح مغضوب عليهم أيضاً علي لارجاني نفس الحالة اتفقت هناك صراع بين الأجنحة علي لارجاني وأخوته تصارعوا مع أجنحة أخرى غريبة إلى علي خامني ولذلك تم القضب عليهم أصبح مغضوباً عليهم هذه نقطة من جانب أما من جانب آخر وجود أحمد نجاد ووجود لارجاني في الساحة سيدمر هندسة الانتخابات التي هدفها انتخاب غالي باف ووجود هذه الأشخاص يمكن هناك نشت تفرغة الأراء ونقطة أخرى أيضاً ومهمة وهي حضف المرشحين القريبين إلى إبراهيم رئيسي الرئيس الراحل إسماعيلي وزير الثقافة وبزفاش وزير المواصلات لأن وجود هؤلاء المرشحين نفس الحالة ونفس الأثر إليهم في تدمير آراء المجموعة التي تريد انتخاب غالي باف نعم سيد عماد ما رأيك هل حقاً الصندوق أو حجم المشاركة نسبة إقبال الإيرانيين على صندوق الاقتراع يعني ليست بتلك الأهمية الأهم توجه النظام في إيران الآن خامناء والحرص الثوري هو من يحدد هوية الرئيس القادم خلفاً لرئيسي وعند هذه النقطة هل المزاج يذهب نحو المزيد من التشدد أم باتجاه المزيد من الإصلاحيين ربما في سبيل كسب ود الشارع الإيراني الذي يعاني من العديد من المشاكل الاجتماعية مؤخرة كلا لا أوافق على ذلك أبداً يعني الشارع الإيراني هو الذي يحدد يعني النتيجة عملياً نحن لدينا تجارب الرئيس والنتيجة نتيجة الانتخابات يعني لدينا تجارب كثيرة مثلها مثلاً تكلم عن الضيف العزيز عن عام 2005 عندما كانت جميع مجمعون على قليباف ولكن خرج أحمد النجاة وحينها حتى كان ممكن أن رسال حسن قال لك الحرس الثوري غير رأيه في آخر لحظة يعني يعني مش ضروري النتيجة لا لا ليس الأمر تغيير رأيه لا لا ليس الأمر تغيير رأيه لا أنا يعني هذا أنا يعني لا أخرج به من تحليل صحفية أخرج به من معلومات أعلم ماذا حصل يعني كانت مفاجأة لم يكن أحد يتوقع أن يخرج أحمد النجاة وخرج الآن لو دخل أحمد النجاة إلى الانتخابات لكان الأوفر حزا يعني عملية لماذا؟ لديه شعبية كبيرة بين لأن الطبقة المتوسطة وما دون المتوسطة في إيران أحمد النجاة عنده شعبية كثيرة فيها نعم طيب ولكن دكتور حسن يعني بمعنى أو بآخر يعني حتى لو سلمنا جدلا سمحني فقط على المقاطعة لو سلمنا جدلا أنه يعني والله الانتخابات يعني في إيران من يحدد النتيجة هو الناخب الإيراني بالنهاية النظام هو يتحكم في المرشحين أنت الآن تقول أنه محمود أحمد النجاة لديه شعبية في الشارع وهو لم يمر من مجلس صيانة الدستور لم يكن ضمن قائمة المرشحين نعم هناك مشاكل أخرى لأحمد النجاة في من سيكون الرئيس القادم بطريقة أو بأخرى يعني أحمد النجاة السبب أنه يغرد خارج السرب يعني أنه يعني بعد الدورة الثانية من رئاسته أحمد النجاة بدأ يغرد خارج السرب وتصور أنه يستطيع أن يعلو على النظام وهنا النظام يرفض أي شخص يتصور أنه يستطيع أن يعلو صوته على النظام أما بالنسبة للمرشحين الحاليين أنا أؤكد لك يعني إذا لم يقم الأصليون بالاتحاد فيما بينهم على مرشح واحد بالتأكيد سوف يخسروا ينا حتى قال باف ممكن أن يخسر الانتخابات الإصلاحيون إذا ما وقفوا يعني هنا نقطة مهمة جبهة الإصلاحيين أعلنت ثلاثة أسامي عن أن هؤلاء مرشحين وبزيشكيان كان أحد هؤلاء هذا يعني أن الإصلاحيين قدام الإصلاحيين وشباب الإصلاحيين هم سوف يقفون إمامه يقفون إلى جانبه إلى جانب بزيشكيان وهنا نقطة مهمة لربما علي أن أشير إليها يعني بزيشكيان هو الشخص الوحيد بين هؤلاء المرشحين الذي كان لديه مواقف واضحة جدا بالنسبة للإحتجاجات التي حصلت منذ عام ونصف ولهذا السبب حتى مجلس سيانة الدستور قام بإقصائه من انتخابات مجلس الشورى وثم عاد بأمر المجلس هل يمكن أن يكون بزيشكيان مدامه أنه كان عنده مواقف واضح من ممهارات مساء أميني أن يحرك الشارع هل يمكن أن يؤدي ذلك إلى مشاركة كبيرة من قبل الإيرانيين في الانتخابات في 28 من هذا الشهر؟ نعم إذا كانت المشاركة كبيرة هناك فرصة كبيرة بالنسبة للبزيشكيان أن ينتصر ولكن إذا ما كانت المشاركة قليلة بالتأكيد ممكن أن ينتصر قليباف جليلي لا أتصور ولكن ممكن أن ينتصر قليباف يعني جليلي ليس لديه حتى فيما بين الأصولين الشعبية القوية التي يحتاجها لأن ينتصر في انتخابات شاملة في البلاد نعم أشكركم شكرا جزيلا ضيفي من طهران ومن واشنطن من طهران الدكتور عماد أبشناس رئيس تحرير صحيفة إيران ديبلوماتيك ومن واشنطن الباحث السياسي الإيراني حسن هاشميان شكرا جزيلا لكم